من نوب الى بطولة Gamer's 8 في هذه السلسلة ببدأ كلاعب عادي وبحاول اروح الرياض والعب في اكبر بطولة للعبة فورتنايت طيه في البداية لازم تعرفون قصتي مع فورتنايت ومحاولة احترافي اللي للأسف ما نجحت ليش انا بشارك في بطولة Gamer's 8 رح تعرفون كل شي في قصتنا لليوم بسم الله نبدأ في 2017 كنت جالس في المدرسة هذي ايام المتوسط وجاني ولد خالتي خالد وقال لي يا باصل في لعبة جديدة مجانية وحلوة وقلت لعطيني اسمها الان اول ما رجحت البيت على طول شغلت البلايستيشن 4 وبحثت عن اللعبة الجديدة فورتنايت وعلى طول حملتها في هذا الوقت حرفيا اللعبة كانت في بدايتها ممكن حتى قبل ما ييجي المواسم يعني قبل الموسم الاول من هنا بدأت قصة حب فورتنايت طيب بدأنا نجرب اللعبة لعبنا الموسم الاول والثاني بعدين جاء الموسم الثالث اللي فيه تلت التاورز وجونويك هنا اغلب الناس صاروا يلعبون فورتنايت وكل اليوتيوبر صاروا ينزلون عن فورتنايت لدرجة يمكن حتى جددتك في هذا الوقت تعرف عن فورتنايت الكل يسوي ركسات فورتنايت فالموسم الثالث فورتنايت انتشرت انتشار غير طبيعي وانا طبعا في هذا الوقت كنت العب للمتعة سكواد سكواد عشوائي واذكر تقريبا في الموسم الثالث او الرابع انتر سكواد كان يسوي كستومات لكن مشكلته كان يسويها في وقت الاختبارات وطبعا انا ايش كنت اسوي كنت اسحب على اخته الاختبارات النهائية والعب كستومات انتر سكواد اذكر في وقت اختبار نهاي جلست طول اليوم كنت العب كستوم مع انتر سكواد مو معها بالضبط لكن الفعاليات اللي هو يسويها خلينا اقول لكم شيء كان عليه اختبار نهاي وما ذكرت الا الفجر طبعا لا تخافونا اختبار كان سهل في ذاك الوقت كلنا كنا نستمتع في اللعبة وتمر الموسم الرابع والخامس والسادس والسابع كنت العب للمتعة وجاء الموسم السابع يا سلام طيب القصة بدت من الموسم الثامن دخل الموسم الثامن تقريبا في نص الموسم الثامن تحت جوالي وجلست تابع تصفيات كاس العالم وكنت اشوف الناس معرقة وتلف كذا وتعطيها تشوت ميتين ويلعبون بطولات وحماس ونهاية القيم وزحمة لعبين هنا انا تحمست وحبيت جوال بطولات والتعريك بس اكتشفت ان اغلب المحترفين الحقيقيين كلهم يلعبون على بي سي وانا ما عندي بي سي على طول ايش سويت رحت عند دهلي وعطيتهم وضعية مانياك اللي ما تشتروا لي بي سي وبعد فترة طابعنا ابوي عطاني مبلغ بسيط واشتريت بي سي متواضع وجلست اتعلم على البي سي والموسم كيبورد الاول مرة ومر الموسم الثامن وجاء الموسم التاسع ونفس الوقت كنت لعب للمتعة فقط والعاشر نفس الشي واستمريت لعب فورتنايت للمتعة وكنت احب فورتنايت تقريبا كل يوم العب فورتنايت لين نهاية الشابتر الاول بدأت شابتر الثاني الموسم الاول هنا حرفيا ما تقبلت الموسم الجديد على طول تركت فورتنايت ورحت العب حياة واقعية وقعت شهور العب حياة واقعية وساحب على فورتنايت لين يمكن بعد ستة شهور رجعت الفورتنايت والمشكلة الموسم الاول شابتر الثاني لحد الان ما خلص طول بزيادة يمكن هذا اطول موسم في فورتنايت بشرب شاهي طبعا زي ما قلت رجعت مع نهاية الموسم الاول وكيد زي ما تتوقعون مستواي كان طايح شوي شوي بديت ألعب بديت ألعب انتهى الموسم الأول بدأ الموسم الثاني من الشابتر الثاني اللي هو سيزون الوكالة ومايدس هذا الموسم كان من أفضل المواسم حرفيا كنت استمتع كنت ألعب سكواد مرة كثير ألعب ألعب أحرق 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 شوي شوي مستواي بدأ يتحسن ويرجع زي قبل خلص الموسم الثاني الشابتر الثاني بدأ الموسم الثالث اللي كان فيه كاتي هنا بديت شوي اهتم للبطولات اكثر بديت اتابع محترفين بديت اتسوي الاشياء اللي هم يسوونها حاولت يعني يلعب بطولات لكن للأسف مراكز متبشر بالخير خلص الموسم الثالث موسم كاتي بدأ الموسم الرابع اللي كان فيه ستارك ومارفل واستمريت على نفس الحال احاول اطور لعبي احاول اتابع محترفين اتسوي زيهم شوي شوية اتمريت على هذا الوضع وعد الموسم الرابع جاء الخامس السادس نفس الوضع كنت احاول احاول بس كل محاولاتي بقت بالفشل لين الموسم السابع الشابتر الثاني اللي كان فيه اطباق طائرة وفضائين وريك اند مورتي هنا بديت اخذ اللعبة بشكل جدا جدي بديت العب كستومات يوميا بديت اطور ايمي يوميا مستواي تحسن وكنت فيه ذروة مستواي كنت في البرائم حقي لكن كانت فيه مشكلة وحدة البطولات كلها كانت تريوز يعني احتاج اثنين معاي حاولت ادور كثير حاولت ما لقيت اي احد العم معاي عندي ولد خالتي واخوي كويسين لكن ما يتهمون في البطولات زيي حاولت تدرب جبت نتائج حلوة في هذا الموسم لحظة لو تلاحظون في هذه البطولة انا جبت 120 نقطة وجنتي لللاعب المحترف جاب 120 نقطة يعني فقالكم اذا تابعون تسجلون لعب جديد انا موجود حاولت العب كستوم يوميا اتدرب ايم يوميا مستواي مرة تحسن جبت نتائج حلوة لكن للأسف ما قدرت احصل على تريو عشان العب معاه هنا خلاص تحطمت كنت احط ساعات كبيرة في فورتنايت لكن ما حصل تريو يا لعب معاي وبديت شوي شوية معاد اهتم الفورتنايت شوي شوي ما اهتم لين انتهت شابتر الثاني وبدأ الثالث هنا خلاص هذا حرفيا بالنسبة لي كان اسوأ شابتر في تاريخ فورتنايت يمكن كل شابتر ما لعبت مرة سحبت على اللعبة طيبة الان حنا في الشابتر الرابع حلم اني اصير لاعب بطولات واصير محترف واسوي انجازات لحد الان عندي زي ما تعرفون تقريبا بعد شهرين في بطولة جيميرز ايت هذه اكبر بطولة في هذه السنة والبطولة في الرياض كمان طيب هذه السلسلة كاملة كلها بس عشان هذه البطولة ابغى اشارك فيها طيب اللي بيقول انت نوب كيف تابع تشارك اول شي انا من ينوب السلسلة هي اسم بس ولا انا من ينوب تاني شي في صناع محتوى شاركوا في بطولة جيميرز ايت اللي راحت زي مثلا عرب عمار وفيه ثنين اتراك نسيت اسمه عرب طبعا من اسمه هو عربي لبناني لكن عايش في امريكا ويسوي محتوى للاجانب وعمار كمان نفس الشي من اسمه واضح الظاهر اني عراقي بس عايش في المانيا ويسوي محتوى للالمانيين يعني ممكن جيميرز ايت يسوون دعوة لصناع المحتوى ولا تنسون طبعا انا صانع محتوى وشوية حاولت اني يصير لعن محترف طيب اذا تبغون تساعدوني في تحقيق هدفي لازم 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 تتفاعلون مع هذه السلسلة سواء هنا او في تويتر وتويتر كمان اهم شي اذا كان فيه تفاعل كبير في هذه السلسلة القائمين على بطولة جيميرز ايت راح يلاحظون وممكن يسووا لي دعوة وكذا تكون انت ساعدتني اني حقق هدفي احتاج تفاعلكم خصوصا على تويتر هذا اسمي في تويتر المقطع هذا بس قصة وتعريف ليش انا ابغى اشارك في بطولة جيميرز ايت شكرا لكم على المشاهدة المقاطع الجاي بابده تدرب وتعلب ورح تشوفون تطوري كيف اكون من لعب عادي الى محترف ان شاء الله وان شاء الله مع نهاية السلسلة اتوقع بعد شهرين راح اشارك في بطولة جيميرز ايت شكرا على المشاهدة سلام